موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني المشاهدين كان كلامنا في الحلقة السابقة عن الأساليب التي اتخذتها قريش لمواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه وطلبوا منه المعجزات ودخلوا معه في مفاوضات وعروض وإغراءات والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في موقفه ومن دعوته يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن لما رأى الصحابة اشتداد الأذى عليهم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر على مناصرتهم طلب من الصحابة الهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا عادلا تعالوا نستمع لأحداث هذه الهجرة فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا فنزلنا بخير دار وإلى خير جار النجاشي فآمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه هذه الهجرة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة من البعثة وعاد بعض الصحابة من الحبشة بعد أشهر إلى مكة بعد أن أشيع أن أهل مكة أسلموا ولما علموا كذب الخبر رجعوا إلى الحبشة ومعهم بعض الصحابة ممن لم يلتحقوا بهم في أول مرة وتسمى هذه بالهجرة ثانية إلى الحبشة ثم قالت أم سلم فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا اعتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين فيخرجنا من بلاده ويردنا عليهم وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم أي الجلود فجمعوا له أدما كثيرا فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم إنهم قربوا هداياهم إلى النجاش فقبلها منهم ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فقالت بطارقته أي الكهنة صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي ثم قال لا والله لا أسلم قوما لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقولوا هذان في أمرهم فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليهم ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا غير ذلك منعتهم منهما ولم أخلي ما بينهم وبينهم وأحسنت جوارهم ما جاورون تقولهم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعث ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه دخلوا عليه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله وكان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله النجاشي فقال له ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ولا في دين أحد من هذه الأمم قال له جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نحبد الأصنام نأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه نأتي الفواحش نقطع الأرحام نسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهان عن الفواحش وقول الزور وأكل ما ذي اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قال له جعفر نعم فقال له النجاشي قرأه عليه فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد طبعا سورة مريم فيها قصة مريم وفيها قصة عيسى عليه السلام وهذا من ذكاء جعفر رضي الله عنه ومن حنكته وحسن تصرفه أخوان المشاهدين ما الذي جار للنجاشي بعد أن قرأ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عليه صدرا سورة مريم هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل بقو معنا مرحبا بكم أخوان المشاهدين من جديد كنا نذكر قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة حسب ما روته أم سلمة رضي الله عنها وكانت آنذاك متزوجة من أبي سلمة وقد هاجرت هي وزوجها إلى الحبشة علمنا أن هالقريش أرسلوا وفدا مع هدايا لأجل أن يرد ملك اليمن النجاشي والنجاشي والنجاشي على فكرة لقب لملك الحبشة ملك الحبشة وليس اليمن ملك الحبشة يسمى النجاشي مثل فرعون فرعون ليس اسمه وإنما لقبه وكذلك النجاشي لقبه وقيل أن اسمه أصحمه فطلبوا منه أن يرد الصحابة إلى قريش وجاء وحضر الصحابة وتكلم جعفر بن أبي طالب وقرأ عليه سورة مريم صدر سورة مريم وسورة مريم فيها قصة مريم وعيسى عليهم السلام فبعد أن قرأها ماذا جرى للنجاشي بكى النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة وفي رواية إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها عيسى انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا قالت أم سلم فخرجنا من عنده فقال عمر بن العاص والله لأتي أنه غدا ولأنبئنه بعيبهم عنده ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد ثم أستأصل به خضراءهم قالت فقال له عبد الله بن نبي ربيع وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون قال عمر والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت فلما كان الغد دخل عليه فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إلينا يسألون عنه ولم ينزل بنا مثله فاجتمع القوم أمر عظيم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه فقالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فدخلنا عليه وعنده بطارقته الكهن حوله فقال لنا ما تقولون في عيسى بن مريم وقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود يعني أيده فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال صدر لهم صوت قال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم أي الآمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم أي جبلا على بلسانه الحبشة ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله من الرشوة أو الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطيع الناس فيه فأطيعهم فيه قالت فخرجنا من عنده وخرجا هما مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار انتهت القصة أخواني المشاهدين هذه القصة كما روتها أم سلم رضي الله عنها وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير أذكر منها أولا أهمية الدين في حياة المسلم فلما لم يتمكن الصحابة رضوان الله عليهم من إقامة دينهم في مكة خرجوا مهاجرين إلى دار أمن يقدرون على عبادة ربهم سبحانه وتعالى فيها لماذا يا أخواني الأفاضل لأن الهدف من خلقنا هو عبادة الله عز وجل إعمار الأرض تسخير الأرض وما فيها لأجل تحقيق هذا المقصد العظيم وهو عبادة الله يقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فلابد من تحقيق هذا المقصد فلم يستطع الصحابة رضوان الله عليهم أن يحققوا مقصد تحقيق العبودية في مكة فبحثوا عن دار أخرى يستطيعون فيها أن يعبدوا الله عز وجل فكان لهم ذلك وهذا يبين لنا أهمية الدين في قلب المسلم الموحد الذي يرجو الله واليوم الآخر أما الدرس الثاني لنستفيده من قصة هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة فهي أن العدل في الحكم من الصفات المحمودة ولو كانت في غير المسلم والظلم من الصفات المذمومة ولو كانت في المسلم لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاش بقوله ملك لا يظلم عنده أحد الفائدة الثالثة التي نستفيدها من قصة هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة بيان الشر الذي سبق الخير أسلوب ممتاز وجيد للإقناع جعفر رضي الله عنه ذكر للنجاش حالهم في الجاهلية وكيف كانوا يعيشون في ظلمات الجهل والشرك والفواحش والظلم ثم كيف منى الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له الخير الذي دعاهم إليه فكان أسلوب جعفر رضي الله عنه مقنعا للنجاش ولمن حوله من البطارقة كذلك المربي ينصح أبناءه يبين لهم الخطر والضرر فيما يقدمون عليه مما هو ليس بجيد ويحذرهم منه ويبين لهم الخير وأين يكون والثمرات المترتبة عليهم أضيف على هذا نعمة الأمن والطمأنينة التي استشعرها الصحابة تقول أمسلم فنزلنا بخير دار وإلى خير جار النجاش فآمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما وعبدنا الله هذه النعمة التي نعيشها اليوم إخواني الأفاضل تحتاج إلى شكر قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ونحن والحمد لله إخوان المشاهدين نعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة في أمن وطمأنينة وراحة وعيش رغيد مع حكومة طيبة محبة بين الراعي والرعية فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بأن نزيد في العبادة ونقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نجتنب ما منعنا الله عز وجل منه وحرمه علينا وأن نعلم لولاة أمورنا حقهم وندعو لهم بالصلاح وطول العمر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن يسقينا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة